كشف قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي عن دور مستقبلي أوسع لقوات حلف الناتو في العراق مبينا أن قوات إضافية من الحلف ستأتي للعراق بتزامن مع عملية تقليص القوات الأمريكية للحفاظ على الأمن والاستقرار المتحقق ماكينزي قال أن تقليص أعداد القوات الأمريكية في العراق المخطط لها أن تكتمل واسط شهر كانون الثاني المقبل ستعمل على تقييد مهام القوات المتبقية في البلاد وتحديد نوعية المساعدة مؤكدا أن بلاده لن تجد مشكلة في تقليص قواتها وستستمر بالعمل مع شركائها في المنطقة